السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم على قناتي معكم اسماء من قناة اسماء للطبق اسماء كويزين نتمنى يا ربي انه الفيديو تاع اليوم تسيبكم كامل بخير وعلى خير واهم حاجة تسيبكم صحة جيدة حين تشوفوا معايا رح ينضر معاكم اليوم فطور ولعشة خفيف ضريف ساهل وهم حاجة صحي وبنين من نسبة الوصفة تاع اليوم اول حاجة رح نحضر فيها هاد الشرائح تاع الحوت يعني اي نوع حوت عندكم رح نحضر واحدة تتبيلة لي ساهلة وخفيفتنا سبزة في الحوت وتاني كما تبدلكمش فلوغو تاوكي ما حين تشوفوا معايا وش رح نحتاج عصرات على القارس شويات على مطارد شويات على معدنو سناتهم ملح في الكحر وشويات زيت زيتون هادا مكان اول حاجة رح ناخد مغرفة يعني نص مغرفة صغيرة تاع المطارد ولا الخردل نزيد عليها شوية عصرات على القارس راح نجي ونزيد عليها شوية معدنوس هنا انا عندي المعدنوس الفخي ولا الطري بس اح ما عنديش كمية كبيرة وش در تخلط بينه وبين الناشف انتو ميدا عندكم كمية تكفيكم ديروا غير المعدنوس الناشف من بعدها استعليها رشة الملح رشة تاع فلفل كحل وشوية تاع زيت الزيتون نخلط هاد المقادير تاعي كامل لكن اولا سمحولي ازيت عليهم سنة عطوم ايما تسكرجوها ايما تعبزوها ونجي نخلط المقادير تاعي كامل مع بعضهم من بعدها ناخد هادوك قطع سامك ونجي نجوزهم في هديك تثبيه لما قلت لكم ان مغينات سهلة بنينا وتانيك ما تبدلكمش بزاف لوغو ولا الدوق تاع الحوت ساعت يعني تطيحوا فواحد لي مغينات يكونوا بزاف قويين يخسروا لكم كامل البنة تاع الحوت تاعكم انا هنا واشدرت تبلتهم بساعة ولا زود سوايا من قبل حتى يعني يشربوا لي شوية هديك هديك تثبيه نغطيهم بقطعه تاع ورق الانيمينيوم من بعد نحطهم ايطيبوه في الفرن على ميتين ميتين وعشين درجة مئوية فرن شاعل مل فوق وملتحت ولا ملتحت انتو ما واش عندكم مدت عشرين دقيقة ماكسيمم ما تطيبوش بزاف باش ما ينشفلكمش الحوت تاعكم من بعد انا كما حين شفوا قدمتو مع هكا لوبيا ماشتو صوتي وثاني كلا بيوري راح ندير معاكم مصفة اللوبيا ماشتو هنا عندي لوبيا ماشتو لنقيتها وغليتها يعني واحد زوش تقايق برك في المم نجي وهنا نسوطيوها في المقلة نديرو كميه صغيرة من المغارين راح نزيد عليها شوية الزيت هنا ايما تحبو زيت العادية ولا زيت الزيتون باج هديك الزبدة ولا هديك المغارين ما تنحرقش من بعد ما دابت لي نجي نزيد عليها بالنسبة لكمية اللي عندنا ما عنديش كمية كبيرة نزيد عليها سنتا التوم ونقلي هديك السنة غير واحد ثلاثين ثانية برك بش ما تنحرقلناش ومت اعطا التومي اذا نحرقت تلق مرارا وتولي ماشي بنينها نزيد عليها هديك اللوبيا ماشتو لقلكم نقيتها غليتها واحد زوج 3 دقائق برك في المم وصفيتها باش نحيلها هدك يعني هذك الزفالة لي فيها ما نحب هاش نبز داف طيبة يعني نحبها تقعد شوية كوستيونت ونقعدها قدايا ندير الملح اكيد شوية برك لي انو غليتها في الملح نزيد عليها شوية في الكحل ونقعد نقلي فيها على نار متوسطة حتى نشوف هات قلات الملح من بعد في الاخر كامل قبل ما نطفيلها ستعليها كمية لباس بها من المعدنوس ولوبيا سوتيتها اليوم راهي وجدة وتقدروا تديروا اي خضرات تحبوها جلبانة زرودية انتوما وش حبيتو افوالا لوبيا ماشتو تعنا راهي وجدة كما قلت لكم انا استمعها تانيك أفوالا ندير الملح افوالا ندير الملح افوالا ندير الملح ملحة ملحة من بعد ما تضيفها تطيب ملح ستعليها قطعة على مارغارين طرف فرمج وشوية الحليب وثاني انا تعلمت هاد عمليه افوالا ندير الملح نضرب فيها ونزيد في الحليب حتى نحصل على القوام لا تكون جريه بزاف لا تكون طريه بزاف حتى الدوبلي كامل وشوفو شحال جي خفيفة كأنها انموس وما تتعلق لكمش شوفو شحال جاش باب الحوت كما قد تكون طيب 20 دقيقة شوفو نقطع لكم هكا طرف قدامكم اهم حاجة ماشي ناشو في الداخل وطلق هذه المريقة اللي تقدروا تزيدوها فوق الحوت ولا فوق البوري نعملك طبقة اليوم قدمت هذه البوريات بومدتا قدمت هذه الحوت وهاديك اللي بزاف ماشتو وجبة سهلة لا تطلب منكم تانيك بزاف الوقت واهم حاجة صحية ونضحقنا الى نهاية الفيديو نتمنى يا ربي انو الفيديو بتاع اليوم يكون عجبكم اذا عجبكم ما تنساوش اشتركوا في القناة وشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله شكرا